الأيام اللي فاتت في كتوبر كانت رعب قوي بس مش بسبب الحالوين بسبب اللي حصل ولسه بيحصل لإخواتنا في غزة ودورنا كان إننا ندعي وننشرها الحقيقة ونقاطع المنتجات اللي بتدعم الناس الثانية ونشوف بداية المحلية على قد ما نقدر لإن الموضوع فعلاً بيفرق سهل جداً نبدل القهوة بالأكل اللي بنأكله كل يوم بس اللي مش سهل إننا نشوف ناس بيتموت كل يوم من غير زنب الموضوع ممكن يحيار شوية بس واحدة واحدة هتكتشفوا منتجات محلية وأسعارها كويسة بداية من القهوة بالعيش واحتياجات كل يوم الحاجات اللي بنديها على أطفالنا وبيستهلكوها ويتغزوا عليها في بداية حياتهم وإزاي نربيهم على ده منوهم صغيرين علشان يكبروا على حياة صحية وعقل مصقف وفاهمين الحقيقة والهدف من اللي بيعملوه الأسواق المحلية والبرانس الصغيرة لو ادناهم فرصة هنكتشف حاجات كتير قوي هم هيحسنوا من جودة منتجاتهم وإنتوا هتوفروا في لسكوب وهنقدر نرفع اقتصادنا في الفيديوز اللي جاي هقول لكم إزاي نلاقي البداية للصحية لمنتجات أساسية في البيت وهقول لكم على منتجات محلية جربتها وهتلاقي جودتها فعلا كويسة جدا قولوا لي إيه المنتجات اللي مش لقين لها بدايل ونحاول ندور على بدايل مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة